اللي كان بدي إياه يصير مصر رح فوت عالحبس عالفاضي رح يقعد بالحبس مؤهورة وهو عم بيكذر ويسرح ويمرح بره وإيش حياته لما عم بفهم عم تفكري فيه بدل ما تفكري بحالك إنساني مثلك مستقبلها قدامها مستعدة تخسر كل شي يكرم الواحد مجرم مثل هيدا مجري قلت عنه مجري عاهل؟ يعني ما اعترف إنه مجرم بالوقت اللي ظهر هو عأساس إنه بريء؟ هو ما ظهر من الحبس على أساس إنه بريء هو ظهر من الحبس على أساس إنه عم بيتراقبه تحت المحاكمة شو رح يصير فيه هلا؟ أنا قواسته هو ما مات يعني شو ما صيري هلا؟ بما إنه الجريمة واضحة وإنت اعترفت فيها فأكيد رح يحلوك عند قادة تحيق للمحاكمة شو رح يكون الحاكم؟ ما بعرف هدي مش شغل ده شغلة قادة تحيق شغل ده بعل لكن حلونة عند قادة تحيق خليه يحكم علي بسرعة وفوت على الحبس وتقطع الأيام مشهور وسنين بسرعة وتقطع بسرعة وتقطع بسرعة فلا حتى يهرب منها بدي أحمي بانيت أختي الصغار منه ومن أمه أنا خايفة عليهم موسيقى شكرا